استبشرنا خيراً توسمنا خيراً وسيد عدنان درجال عندما قدم إلى بغداد وبهذه الخبرة المتراكمة يعني 25 سنة يمكن ربع قرن هو في دولة قطر اللي نهضة هاي النهضة الرياضية الكبيرة كنا يعني نتمنى نتوسم أن ينقل لنا ولو جزء من هذه النهضة إلى العراق عبر المناصب التي تصدى إليها يعني عندما أصبح وزير الشباب بالرياضة وأنا حقيقة واحد من الناس اللي علاقته طيبة بي لكن عندما وجهت له نقد يعني في هذا التغير يعني اسمعت بأنه تطير من هذا النقد وأنا أيضاً بديت أعرف يعني من خلال المقربين بأن السيد عدنان درجال حقيقة يتطير كثيراً من النقد الإعلامي بل أنه يخشى حتى وصل الأمر حد الفوبيا الخوف والخشية من هذا الخطر الخطر الإعلامي المحيط به اللي طبعاً يوجه للنقد النقد البناء اللي البعض والبعض طبعاً النقدة تسقيطي نحن مع النقد البناء فعندما حقيقة وجهت له رسالة في برنامج الرمضاني قلت له يا معالي الوزير اليوم أنت متصدي لعملية الإصلاح إصلاح الرياضة في العراق من المفترض عليك أولاً أن ترمم بيتك الداخلي يعني عملية الإصلاح من المفترض أن تبدأ من البيت اليوم هذا البيت فيه أندية عبارة عن تكاكيم يعني ليست أندية حقيقية هاي اليوم الأندية متصدية بل أنها جزء رئيس من المشهد حتى أن أحد الأندية اللي يحقق يعني مركز متقدم اسمعت قبل أيام أنه لا يستطيع تزديد يعني بالغ الملابس اللي يرتديها الفريق ما بالك بكيف يمكن أن يوفر وهذا حتى كتنش يطلبني بعد أسبوعين أن يوفر فالقصد هذه مو أندية هذه تكاكيم مفتحة ما نشعر إلا في وقت ما تعزل وتنتهي طيب أنت اليوم أولى بالتصدي إلى هذا الملف يا معالي الوزير باعتبار أنك المظلة الوحيدة الشرعية اللي ترعى هذه الأندية أن تحدد معايير وجود هذه الأندية على الأرض في المشهد تضع نظام جديد أو لائحة جديدة أو قانون جديد يسير عمل هذه الأندية اليوم عندما أنت متصدي إلى عمل اتحاد كرة القدم وحقيقة هذا الكلام إحنا مو لأنه اليوم دريد ننتقد السيد عدنان درجال لكن كنا نتوقع كنا نتوقع أنا واحد من الناس حقيقة اللي كنت أعتقد بأنه سيعمل ثورة وتغيير في العراق خصوصاً وأنه عندما التقيت فيه إعلامياً في أحد البرامج قال لي بأنه يحمل مشروع كبير لتغيير العراق البلد بأكمله وليس مفصل الرياضة في حسب بالنتيجة انشغل في المناصب انشغل في وزارة اللي ما أعتقد أيضاً ألم بتفاصيلها الكاملة انشغل اليوم بالانتخابات البرلمانية أخذت مننا هذه الزيارات والترويج لوضع الانتخاب القادم الكثير بل أزيد وأنا مسهول عن كلامي حتى مقدم السيد أدفوكات والتعاقد معاه كانت دعاية انتخابية ليس إلا يعني اهتمينا بالشو أكثر ما اهتمينا لنحن شو راح نخطط لأنه كرجل فني وكرجل إدارية تحدث عن عدنان درجال لا يمكن أن يرقى مستوى تفكيره بأن يأتي بمدرب خلال عشرين يوم لأهم تصفيات لأهم استحقاق رياضي للمنتخب الوطني ويعتقد بأنه هذا الأمر سينجح وأنا قلت لك بأن هذا خلاف المنطق خلاف العقل خلاف العلم اليوم اللي كرة القدم تحولت فيه إلى سوق للمال وإلى علم وإلى تخطيط بمعنى أننا نبعث رسالة إلى كل من يخطط إلى كل من يجتهد إلى كل من يعمل بإخلاص بشكل صحيح مدروس نقول له أنت يعني تعمل في الجانب الخطأ أنت تجانب الصواب نحن من يعمل الصواب عندما نرتجي عندما نعمل بعشوائية عندما نأتي بمدرب قبل عشرين يوم ونعتقد ونظل للشارع بأن بإمكاننا أن نصل بهذا المنتخب إلى كأس العالم هذا خلاف المنطق يا أخي نعم خلاف العقل شكرا